كرهنا هذا الاستثناء الصحراوي لأنه دائما لا يخدم المكون الصحراوي لأن الاستثناء يراد به التمييز الإيجابي ولكن في حالة الصحراويين دائما يدار به الاستثناء السلبي للأسف ونحن يقولون أن الصحراويين أقليات فحب ذا لو كان هذا التمييز الإيجابي طال أيضا المكون الصحراوي لأننا كما يقال أننا نشكل من الأقليات مثل المرأة ومثل المعاقين للأسف على أن هذا التمييز أو هذا الاستثناء الذي يمارس على المكون الصحراوي هو فقط من أجل يعني إسكاته والله باش ما يتكلمش أو ما يدافعش على الحق دياله ودائما يقال له أنت يعني يمارس عليك الاستثناء في كل شيء في المناصب، في التعيينات، في الوظائف، في كذا، في كذا، في التفذية، في الضريبة، في كذا، في الدعم كل تكلم على أن نسبة المشاركة في الأقالم الجنوبية كانت نسبة مرتفعة جداً حتى أنها سوقت على المستوى الدولي على أنه كأنه استفتاء لأهالي الصحراء والصحراويين استفتاء على مغربيتهم، وأنهم شاركوا بكثافة في الانتخابات، معنى هذا أنهم يعلنوا مغربيتهم، وأن كذا يعني يسوق كثيراً هذه نسبة المشاركة المرتفعة في الأقالم الجنوبية يلو توقفنا غير عند النقطة ديال المشاركة المرتفعة في الأقالم الجنوبية يعني الصحراويين فقط خزان انتخابي يرفع نسبة المشاركة على المستوى الوطني الصحراويين فقط يعني يشاركون من أجل باش يرفعوا يعني حصة الأحزاب التي ينتمون لها اليوم اللي أخذين مثال حزب الاستقلال مثلاً ما كانش غادي يوصل هذا المكانة لولا التمثيلية اللي عنده في الصحراء اللي رفعت المستوى دياله وبوقته هذا المكانة هذه يعني المكون الصحراوي له دور كبير جداً في الانتخابات الوطنية ودرعي ذلك على أن كينة تمثيلية للأطر الصحراوية والعائلات الكبرى من الصحراء في مجموعة من الأحزاب اللي عنده التمثيلية داخل الأقالم الجنوبية ولكن للأسف منك تجي لوزيعة والله كي يجو المناصد صافي المكون الصحراوي انتهت مهمته انتهت عند سنادق الاقتراع صوت رفع النسبة فقط وانتهى الموضوع ولكن من جي المكاسب لا ما عندوش الحق فيها ولا تكلم يتقال عليه العنصرية علاش بغيتوا تديروا واحد من هذا الاقليم وهذا الاقليم واحد كذا وهذا كذا علاش الصحراء ما فيهاش الكفاءات الصحراء ما فيها الأطر لو تعرفون كم يعانون هذا الأطر وهذا المثقفين في الصحراء من أجل انتصارهم للمغربية الصحراء وكي عادوا ولاد عمهم في الضفة الأخرى وكي نالوا من يعني اللوم اللي ما كتتخيلوه في سبيل هاد الدفاع ديالهم على مغربية الصحر احنا هنا ما كان نزايدوش على المواطنة ديالنا وما كيزايدوش على الوطن ولكن خس حتى الوطن يكون عندو شوية العرفان للجميل من كي يسوق على المستوى الدولي على أنه المكون الصحراوي هو محطوط في المكان التي تليقوا به خس يكون فعلا هادش على عرض الواقع مشاول لا واحد العهد اللي كانوا الأطور والكفاءات الصحراوية كانوا يعني متحفظين نوعا ما ومنطويين على نفسهم ومكي يشاركوش في الحياة السياسية وما كذا الحين لا كان واحد فئة كبيرة من المثقفين واللي انخارطت في السياسة واللي انخارطت في الأحزاب لأنها آمنت على أنه ممكن أن نتغير الواقع ديالها من داخل الأحزاب ومن داخل المشاركة ديالها السياسية ومن داخل العمل السياسي ديالها ولكن للأسف هي فقط تسوق فقط يسوق بها يعني هذه مسألة الاستثناء اللي كثر الحديث عنها اليوم نجو نشوف حكومة كاملة متكاملة ما فيها صحراوي علاش أموت الصحراويين عقيمات ما يولدون الأطر ما يولدون الناس اللي تستحق الاستوزار ها كيولدوا غالي بغاكاسي كيولدوا غال الناس اللي ما عنداش قدرة ما عنداش تكوين ما عنداش إمكانيات يعني جامعية والأكاديمية تبوأ هاد المقاعد هذي علاش علاش هاد الحقراء المكون الصحراوي علاش علاش المغرب يدافع عن مغربية الصحراء ولكن لا يعترف بالمكون الصحراوي تبغي غالي تأثيث المشهد السياسي أو التسويق الخارجي علاش علاش ما كينش هاد العرفان اللي ما يقوموا به هاد الأطر وهاد المثقفين من الدفاع والتأطير داخل المجتمع ديالهم على الإنخراط ديال الشباب الصحراوي في العملية السياسية على المستوى الوطني علاش لاش ما يتم العرفان لهذا شي علاش كينش جميع المقررات الأممية الأخيرة كتحدث على ضرورة إشراك المكون الصحراوي في تدبير شؤون دياله وفي الثروات دياله وتدبير الثروات وذوق هذا ما فهمش المغرب من هاد شي على أن المكون الصحراوي بالأهمية من مكان كما الأرض والله مهم غير هذك المتروات وهذك الخلوة هذك الصحاري هم اللي مهمين الناس اللي فوقهم يتحرقوا بالغاز ماشي مهمين ممكن تعمير الأرض أي لحظة مكانهم علاش هاد الإقصاء هذا إقصاء مو منهج للمكون الصحراوي علاش علاش هاد فقدان ثقة في المكون الصحراوي علاش ما كيناش ثقة في المكون الصحراوي شنو غاي دير هاد المكون الصحراوي من داخل الحكومة من غير أنه يتبع البرنامج الحكومي اللي كاين سانة نعطيها البرلماء العمودية ونعطيها الوزارة ونعطيها كل شي نجيب إسقاطات ديال أطر من أحزاب أخرى ونحطها على الأحزاب اللي فايزة وتستوزر في حين كاينة أطر صحراوية كاينة في الأحزاب وعندها مكانتها ورجال الدولة وعندهم الإمكانيات يعني الأكاديمية والعلمية اللي تمكنهم من التدبير شنو هدي غادي 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 برنامج موسطر تنماوي غادي تنزل في الحكومة وكل واحد غادي قوم بالمهام دياله وكل واحد وراه جيش من الأطر المتخصيصة وجهاز إداري متخصص غادي يشتغل من وراه مع النقاح نحن صحراوي يقدر يدير هاد شي مع النقاح صحراوي في الإمكانيات ما يقول لي شي واحد رنغ الضغد ينعطو رئاسة مستشاري للصحراوي مزيان هذا كفاءة وإطار ويستحق وما صدقتها عليه ولكن أنا كانت وجابه بدراعه بالانتخابات وصوته عليه الناس ونرجع ونتكلم على الصحراء إقصاء مو منهج الكفاءات الصحراوية فهذه الحكومة إقصاء مو منهج قص المغرب يوعى والمسيرين للمغرب يوعى على أن الأمم المتحدة والمقررات الأممية كلها كتتكلم على أن يجب إشراك المكون الصحراوي في التدبير في الثروات دياله لا يقول لي حتى شي واحد لماذا تتكلم الصحراوي أنت عنصرية أو كذا الصحراء الاستثناء سياسيا ماشي ذلك الاستثناء اللي كيتكلم عليه هما سلبيا من أجل باش يحرمون من مجموعة من الأشياء ويقول انتمر الاستثناء الصحراوي استثناء لأن موضوع نقاش دولي وموضوع منازعات ومفاوضات دولية كتجي تقنع المنتظم الدولي كتقول عندي نسبة المشاركة مرتفعة جدا في الأقالم الجنوبية هذا بمثابة استفتاء الصحراوي أن الصحراء مغربية يعني هذا المكون الصحراوي بغير يصفق لك ويرفع لك النسبة المشاركة ولكن يباش تشرك في الحكومة وفي التدبير لما فيش ثقة لما يستحق لما في المستوى لما عندوش الإمكانيات لا تكوين ولا أكاديمي ولا كذا لماذا هذا الشيء لماذا الحسن ثاني الله يرحمه قال المغرب في صحراء والصحراء في مغربيها نحن نشوف غل المغرب في صحراء أما الصحراء في مغربيها ما نشوفها ما نشوفها كان نشوف المغرب في صحراء ولكن الصحراء في مغربيها ما نشوفها ما نشوف صحراويين في الحكومة ما نشوف صحراويين في المناصب العليا اللي كل نهار يتعينوا فيها ما كان شفوه الصحراويين في مناطق القرار ما كيناش الثقة في المكون الصحراوي ما كيناش يكرهني اللي بغي يكرهني ولكن الواقع هو هذا وحنا اللي كان عيشوه وكان حسوه به احنا يوميا كان تسبو في مواقع التواصل الجماعي وفي الصفحات الإلكترونية علش كندفع على مغربية الصحرا أنا هنا ما كان زايدش الوطنية دياني ولكن يكن تكلم على أن المثقف والإطار الصحراوي كيعاني جدا كيعاني من بني عمومته ومن ذاويه وحنا مجتمع قبالي وكتعرفوا هذا الشي باش كينتاثر المغربية الصحرا في الأخير المغرب ما كيدرش فيه الثقة ما كيعتبروش على أنه جزء مكون من المكونات ديال الصحرا المغرب تبنى الجهوية المتقدمة علش ما كيتبين واش غر كيسوقها علش ما كيتبين سياسة دياله العمومية الجهات شي فقير شي غاني كتعامل هذا بحلي كتعامل هذا بحلي كتعامل هذا علش ما كتعاملش الجهات على حسب الإمكانيات ديالها على حسب الجهوية المتقدمة وتدبير جهوي التنموي علش اللي موقفين على الملف ديال الصحرا من كعرفوش يدبروه للأسف للأسف كيسحبلهم من كيسف طو عشرة ديال الجمعيات يترافعوا في المتديات الأممية سافروا أرى الصحراء جيبهم وراء المكون الصحراوي يخاضعوا كل شيء. كيعتبروا على أنهم إلي دخوا الثروات والريع في الجيب ديال عشرة ديال القيوش. والله والله 15 ديال القيوش. يعطوهم كل شيء. يعطوهم يعطوهم الرخاص. يعطوهم مواقع القوة. يعطوهم كل شيء. سافرة من كل مكون صحراوي. لا. المكون صحراوي هو هذا الإطار اللي أهلوه. قرهوا في الجامعة بكرطية بطاقة إنعاش ديال الفين درهم. وصيفتوه اللافاك وقره وكراوله وكل شيء وعاناو. وجوعوا راسهم من أجل يقره. ويتكون ويوصل هذا وفي اللخر منين يجي. يحقق طموحه. والخارط في الأحزاب باش يطور من تكوينه السياسي. ويبغي يوصل بعيد يقولون لنسأل. بس رجع لداركم. انت ماشي لعب البعيد. انت غير كن أثو بيك وانت غير منضر. انت مانا كلاعب في الساحة. انت في دكة الاحتياط. هذا التمييز. ما بقيش حد يقولنا الاستيفناء الصحراوي. عاملونا بحل مغاربة. علش بكتعاملونا بحل مغاربة. علش حنا هاد الجياءات هادي ديالة الصحرا ما كتعاملونا بحل مغاربة. علش. عاملونا بحل مغاربة اللي في الشمال. عاملونا بحل بحل. اش كتعاقبونا على الذنوب. حنا منا عندنا علاقة بيها. حنا فئات عريضة لدخلة الجامعات. حنا تولدنا منورة المسيرة. ما حضرنا لا في حروب ولا صراعات ولا كذا. حنا ولاد المغرب واشتغلنا فيه ودرسنا فيه وقرينا فيه وكل شي. عش بكتعاملونا بحل مغاربة. علش. علش كتتحقرونا. علش ما كتتثقوا في الإمكانيات ديالنا. علش فيه نما. علش نفسي بلاسة تقولوا ممنوحة لأنك صحراوي لأنك تشار ويطال دير على ظهرك. علش ما كتتآمنوش بإمكانيات ديالنا. درسنا في نفس الجامعات. وتلقينا نفس التكوين. ولا أنا مش يجدي علا الفاسي ولا العائلة الفلانية ولا عايد كاذا ولا عايد كاذا ولا عايد كاذا ولا معفاش ولا مقريت فلا ميسيون. حنا ما لنش لا ميسيون في الصحراء. ومتحت نشلي إمكانيات. ديال عندنا القطارات وعندنا بزف ديال فك العزلة والتواصل باش نمشوا للمدارس العليا والمؤسسات العليا اللي اللي كتطلب بزف ديال الإمكانيات. هنغرع لقد حالهم. اللي كيتكلم يقول لك الصحرا. صحراوين واكلين لنرزق المغاربة. شنوا واكلين. هذا البؤسة هذا. راجعوا راجعوا تدبير ديالكم. الميلة في الصحراء راجعوه. من المقاربة الأمنية للمقاربة الإقصائية. هذه السياسات الحكومية اللي كتديروا في المغرب. في الصحراء. في الأول سياسات أمنية مشدادة اللي يتكلم يكلع صوي تلح في الحباس. وده بس سياسة الإقصائية. اللي يتكون ولا يطار والخارطة في الحياة السياسية والخارطة في كل شيء. يطار والخارطة في بابك ولكن يكون قاعد في داركم. يصير النظر لأولادك. أنت ما فيك ثقة. أنت غير صحراوي جاي من وراء البهيمة. وهي حاجة نعطيت لك رغم من وحاة ما عندكش إمكانيات أنت. ما شيف مستوى أنت أنك يتعطى لك حقيبة وزارية أو يتعطى لك. ما شهد الحقرة هذي؟ ما شهد الحقرة هذي؟ ما شهد إلى هذه الدرجة كتكرهوا المكوين الصحراوي علاج؟ واللي يتكلم تقولون له خاين. والله تقولون له انت انفيصالي. نحنا ما أننا فيصاليين. وما أننا خوانا. وما كان وما كان نزايدوا على الوطنية دياننا. وكي من حقنا ندافعوا على الحقوق دياننا. من حقنا نعبروا على أنه هذا الشي حيف وظلم. هالطريقة التعامل معانا. من حقنا كمكوينة صحراوي تكون. ولو عندنا أطر ولو عندنا ناس عندها إمكانيات وعندنا هذا. وكي تم الإقصاء ديالهم من تدبير الحكومة من تدبير التنموي. على شهدنا ما نمك للخين. راه فينا المثقفين وفينا الأطر وفينا المستويات العليا. عيب وعار. ما فهمتش أنا واش الإنسان. كي يناضل في الأروقة الأمم المتحدة. ليلة نهار. على واحد الجهة اللي هي موضع نزاع. وجميع القرارات الأممية الأخيرة. كتتكلم على المكون الصحراوي اللي كيعيش في هذه الأراضي. كتجنتا. كتقصيل من كل شي. كتعرف غير تسوق. راه أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات. هي في الأقاليم الجنوبية. وهذا من بثابة استفتاء على مغربية الصحراء والنخيرات الصحراويين. أيوة. هاو من خارطوا. وهو ما طلعوا النسبة. وهو ما طلعوا الأحزاب ديانهم. وهو ما طلعوا على المستوى الوطني الأحزاب. والأحزاب شدت المراتب. وشاركت في الحكومة. وشدت المقاعد. أيوة. وصير الصحراوي ساي وفاة المهمة ديالك. وصير قاعد في داركم. صير الصحراوي. أرى أنت ما عندكش القدرة أنك تسير. ولا أنك تدبر. ولا أنك هذا. على الصحراء ما يولاده. الصحراء عقيمة. الصحراء ما تقدم إلا اللي بغاكاسي. اللي بغاكاسي. هماذا اللي حطيتهم جزء منهم في الحكومة. اللي مطرودين من الوزارات ديالهم. وحطيتهم على رؤوس الوزارات. وتستخسر حقيبة في صحراوي. وأنت كتنادل في أروي قتل أمم التعيدة. وكتحارب على مغربية الصحراء مغربية التراب. صحراء رمي الأرض. صحراء الأرض وساكنة الأرض. وإلا كتكون الصحراء مغربية خاصة تكون عتدك المكون مغربي. وخاصة حتى هو يتميز بنفس الحقوق اللي عند المغاربة كاملين. هذا المكون المسيكين ما عنده جامعات يتكون فيها. وكيحارب باش يتكون في الجامعات خارج الصحراء. ما عنده حافلات باش توصلوا. ما عنده قطارات. ما عنده سكة حديدية. ما عنده طريق سيار. ومع ذلك يحارب بالعائلة. عنده كارطية. عنده بطاقة الإنعاش. وكيدرس واحده وجوجه ثلاثه في الكلية. وكيدر منهم أطر. عندنا الأطباء. عندنا المهندسين. عندنا أطر الدولة. عندنا الناس اللي قادرة تسيروا. عندنا الناس اللي قادرة تخططوا. عندنا الناس اللي قادرة تنزيل دي البرامج الجنموية في جميع القطاعات. ويجي انت. بغيت الصحراء بلا ناسها. بلا أطورها. بلا مهندسينها. بلا دكاترتها. بغيت الصحراويين هذا المكون. بغيت وغير رفع لك نسبة المشاركة فقط. ويكمل الدور ديانه ويمشي تكمش في داره. ما يطمح بشي حاجة أخرى. أنا كالنادي على أن القائمين على الملف ديان الصحراء. يعيدوا النظر في سياسات ديانهم. إذا كانت سياسة الأمنية. ولا عهدها. وعرفت على أنها لا تدير الأكل ديالها. وغير كي تزيد. تشعل النار. في النيضان. وجبتوا. قلتوا قد ديروا مقاربة تنموية. ولكن درتوا فقط مقاربة إقصائية. مقاربة إقصائية. للأطور. مقاربة إقصائية. لهذا المكون الصحراوي. واش هو هذا والأهدف ديانكم؟ ما يدرس بحال وحال الناس. أجي تشوفوا المستوى ذي التعليم في الأقاليم الجنوبي. بحال جدائر. أجي تشوفوا كيفاش سماسرة ذي التعليم الخصوصي. أجي تشوفوا كيفاش المستوى المتدني ذي التعليم العمومي. أجي تشوفوا مكينة مراكز. ممكن أنه يقرأوا فيها. ولا. أي حاجة من اللي كان متوفرة في الأقاليم الشمالية. البصري. على أياماته. منين كان في الحكومة. رد أستاذ جنة. من قرية الجنة. مني قالوا له ليش؟ قال له لو كان كل واحد يخدم مدينته. بحال لي خدمت أنا أستاذ؟ رأي المغرب ولا في الدول المتقدمة؟ حتى الصحراء بغي أولادها؟ يسيروها؟ بغي أولادها؟ يكونوا في مراكز القرار؟ والله أنتم أبغيتوا غير الأرض. وذلك اللي ساكن فوق منها يمشي يرحل عنها. هذا عيب. هذا عار. راجعوا. راجعوا سياساتكم الإقصائية. راه المكون الصحراوي. راه الإنسان البدوي. في جميع المجتمعات. هو قريب جدا. هذه الحياة البداوة تجعله قريب للطبيعة. يعني حاجة شوية غير يعطيك مكانته وعطيه قيمته. يعطيك أكثر من قيمتك. وكتبهم عمر ما عرفته وتعطوا القيمة للمكون الصحراوي. السياسة الممنهجة هي تقبض عشرة ديال الناس. والله عشرة العائلات وتعطوهم الريع وتعطوهم كادا وتعطوهم المناصب وتعطوهم المقاعد وتعطوهم كل شيء. وتقولوا سافر ضينا المكون الصحراوي كيتكذبوا على رأسكم. كيتكذبوا على رأسكم.